موسيقى هو أنا دوري بصراحة أنا أخدت الأفريشن من يوم الثلاثة إلى يوم الثلاثة نقودها مسؤولية كاملة فيما بين تنفيذ وتنظيم إضاءات، ديكوريشن، صوت، ليزر يعني بالوصول عن البنات من يوم الثلاثة إلى يوم الثلاثة إلى يوم الثلاثة بكل فعالات المهرجان من اقتبارات وندوات كل حاجة المهرجان ده أصله فيه ميزة واحدة أنه متميز أنه بيعمل للوحدة الوطنية العربية فعلى هذا المجال ما كانش فيه زيوم بس كمسلا مسوئية جمال عملتها بصي هو مضوع ترى بندها مش ضمن شغلي أنا، إن أنا شغلي بيعتبر من يوم الثلاثة جدا إن إحنا المشكلة اللي كنا نقابلها الرئوسية أو التحدي مش المشكلة إن إحنا بنجمع العشرين عطلية مختلفة من عشرين دولة مختلفة بطقاليد مختلفة بنحاول أنه نخليهم يعملوا جروح يعني بكلهم مع بعض متعاملين ومتكافئين بحيث أنه نطلعوا نتيجة كويسة تشرف كل بلد من دولة فهو ده التحدي حقيقي فإحنا كل دورنا نحنا بنحاول أن نديهم جدوات في حاجات معرفواش بنعلمهم المرأة المثالية بقاملة إزاي المرأة العربية بقاملة إزاي بنحاول أن نوحد التقاليد والمعارفة هو فكرة نديتة مسابقة جمالها دي مسابقة جمالها هذه بالظبط مسمى اختيارها مسابقة اختيار فتاة مثلية المثالية دي في كل حاجة مثلية في التعامل ومثالية في التقاليد ومثالية في الجمال مثلية في كل حاجة كفتاة كفتاة عربية كثقافة الثقافة على نسبة جديرة جدا 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 من الترشيح لتعالبنت في أساس الترشيح كان عادة يتم عن طريق السفارات السفارة بتمر باختبارات وعلا كنا نملكها اختبارات في الشركة حيث أنها تتقبل في الترشيح وهو الفكرة كلها ان احنا اول حاجة وزارة السياحة ده عمانة كويس جدا حاية تنشيط السياحة رابط المرأة العربية كل جهات دي الحكومية ساعدتنا اكتر ان احنا نوصل للشكل احنا وصلونه دلوقتي بطريقة سهلة طبعا كثير شوية مشاكل طبيعية يعني باختلاف العادات والتقاريز زي ما قلتها كابل كده وباختلاف عقليات كل واحدة منهم وبرده مستش نمسهم صغير اكترهم عدوش الواحدة وعشرين فده برضه بيخلي موضوع صعب في التعامل كبني قدمين هو احنا فيه عندنا حاجة اسمها قوافل الخير البنت اللي بتكسب ومعها الساكند رانر والساكند رانر بياخدوا زي رحلات خيرية جهود انسانية بيسافروا مثلا زي اردن فلسطين يدعموا حاجات انسانية مثلا اطفال فلسطين حاجات اشتركوا في القناة جركي زاهر 18 سنة من لبنان بدروس civil engineering وطلب من لبنان والبلاد العربية ان يصوتوا لي رقم 3 هاي انا ابتهال من العراق من البصرة عمري 25 سنة رقم تصوتي هو رقم 4 وان شاء الله تصوتوا لي وذا ما تصوتوا لي رح اخسر اسمي ندا من ليبيا طرابلس عمري 22 سنة دراسة بجامعة الفاتح كلية العلم الطبية رقم 15 لو تبوني نرجع لليبيا رافع راس الليبيين ونكون الفتاة الميتالية طبعا باسم البناء ليبيا كلها صوتوا لي انا مناير سالمين من الكويت عمري 19 سنة وادرت الهندسة البترول في الكلية الاسترالية في الكويت رقم 5 فليز بوت فورني تانكيو بول سواء كلتم تعاليني من الجزائر 23 سنة طالبة تعلم الاجتماع رقمي في الفوت 8 صوتوا لي باي مساء الخير انا اسمي سار الخبوري من سلطنة عمان ادرف علاقات عامة في كويت البيان رقمي هو رقم 6 فورني هاي انا ضمير يوسري مصرية عمري 24 سنة رقمي في الفوت 2 فليز بوت فورني اسمي ودا كمان من السعودية عمري 23 سنة بدر سنتي للدزاين رقمي 12 عسلامة معاكم انجي من تونس عندي 22 سنة خرجة كمبيوتر ساينس نمرو يا نمرو 7 بليز بوت فورني السلام عليكم اسمي نغم علي من اليمن عمري 20 سنة بدرست تجارة بالقاهرة رقمي 16 بليز صوتوا لي بليز اهل بلد يوكل بيحبوني صوتوا لي مرحبا انا ليلى علي من السوال 22 سنة بدر سعلم الناس في السنة الثانية رقم بوت 7 11 20 براش من فلسطين 21 سنة خرجة اقتصاد والتجارة خرجية رقمي 9 بليز صوتوا لي مرحبا وحبابكم عشرة انا روفي دياتين عمري 22 سنة درست اداة بقسم فلسفة جامعة 2 شمس بشتغل صحفية رقمي 13 فوتوا لي بلساهل عاليا كيلاني من الاردن عمري 22 سنة خرجة مانجمنت انفرميشن سوستم رقمي 1 بالتصويت تليز صوتوا لي شكرا هاي انا رانا من سوريا عمري 23 سنة بكليك فنون جميلة عمري 10 تليز صوتوا لي مساء الخير انا يسرى من المغرب عندي 19 سنة انا درست سكرتيرا في ادارة الشريكة ودابا انا كان قراءة مضيفة الطيران رقمي 14 صوتوا لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضح ان في بنتين مكتسحين الباقي وفرق درجات عالي جدا بينهم وبين باقية المجموعة البنتين دول مش مشكلة مين المهم انه هما في بنتين مغطين على الباقي الجامل هناخد درجات ماركس يا جماعة بالدرجة زي ما انتم عارفين بتقول الفاينل من 150 لبنان 120 العراق البنت اللي عندها هتوقف خلاص اوكي فلسطين مية تلاتة وعشرين سعودية مية وعشرين الجزائر مية وثبانة عشر سودان مية عمان 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 مغرب مية وثلاتة مية وثلاتة اليمن مية وواحد مصر مية ليبيا مية وثنين سومان مية وثمانية مية وثمانية سوريا والأردن يقولي هنا سوريا والأردن يقولي هنا كي جماعة سوريا مية واحد واربعين الأردن توب رانك مية ستة واربعين اسمي حاتم الصفتي هارت دايركتور وفاشن دايركتور رصي دي حوالي تمنمية عرض أزياء وحوالي أكتر من ألف وسبعمائة فوتوغرافي ساشن على مدار خمستاشر سنة فيها فكرة المسابقة كويسة جدا طبعا أي حاجة أنا أنا شخصيا بيشوف أن أي حاجة بتقرب وجهة النظر العربية من بعض أو بتقرب العالم العربي من بعضه فأي مجال أي أن كان هذا المجال دي حاجة كويسة جدا وأنا بقى أؤيدها بشدة البنات بيقيموا عن طريق حاجتين عن طريق المستوى الثقافي ودي حاجة لها لجنة تحكيم مستقلة هي اللي بتكون مسؤولة عنها وعن طريق الجانب الفني والجانب الفني دا اللي أنا مسؤول عنه والبنات لس ونقدرش قولهم مؤهلين فنيا لكن دا دورنا إن إحنا نؤهلهم فنيا إن قبل الحفل الختامي يكونوا جاهزين على المستوى الفني اللائق والمطبوب للعرب الحفل الختامي متقسم لكذا مرحلة عندنا أوبريت في الأول عن التضامن والوحدة العربية تعمل بمجموعة فساتين بيضة معمولة على شكل حمامة السلام وبعد كده عندنا عرض تاني بالأزياء الوطنية الزي الوطني لكل دولة عربية وعندنا بعد كده عرض الختامي اللي هو بالهوت كوتير أو بالملابس السورية وده اللي هيتم بناء فيه نقط على كل آيتم هيتلبس يعني وعلى الطلعات على المسرح وعلى مجموعة أسئلة هتسئل للبنات وبتتجمع النقط في الآخر وبناء عليه بيتم اختيار ملكة جمال العرب دوري أنا مسؤول عن كل ما يتعلق بالجانب الفني للمسألة اختيار الموسيقى اللي هتتعمل في العرب تحديد كميات الإضاءة اللي بتبعى معدل المسرح طول المسرح اللي هيت اللي بناتها يستخدمون طلعات ودخلات البنات على المسرح التوقيت والتايمينج لخروج ودخول كل فقرة من فقرات الحفل النهائي ودوري كمان تدريب البنات وتأهلهم لأداء الحفل الختامي ودوري كمان كجنرل كوردينيتر أو منسق عام لكل الأطراف المشاركة في الموضوع اشتركوا في القناة انا اول مرة اتبعها يعني الا ان احنا بنسمع عنها كل سنة واول مرة احضر فيها يعني هم بيعرضوا فيلم بولتية العيمة على اساس قهر المرأة في الفيلم وانا كنت قايم بدور مع الفنانة الكبيرة عبلا كامل فجاي كدف شرف هنا النهاردة معهم بشان einثار وانا كنت قابل وانا كنت قد شرفウ انتظار غيرунк plan مرة şöyle واحد فلا انه لكن كنت' thấy رائع اني عق disability انا دور يحكين ان شاء الله عاجوا لكي تحكين بالاضافة انا انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حلطوا مقدرة لتجميل معنا الاتيكات للمتخطط وبعد كده بحطوا سؤالين باتلهولهم طبعا كاخرين من ويوجدهم سؤالين ويوجدهم سؤالين اهدفها طبعا ان احنا كنا نعمل حاجة غريبة جديدة برضو ان احنا ما بنعتمدش بس على الجمال او مخيص الجسم او كده بنعتمد برضو على الثقاطة والشهادات اللي حصلين عليها المتصابقات يعني هي ثقاطية اكتر ان احنا بنيدي الجايزة على اسس علمية وثقاطية بالنسبة للمتصابقات كل شيء ماشي كويس قوي ومتعزم والمواعيد مظبوطة وكل حاجة بيبقى في مواعيد ومظبوط لغاية ببقى تلاقي الحمد الله كان نفسنا ان يبقى الحظة يعني اكبر واكبر من كده وان مفيش ولا دولة يعني تعفازر او مييش يعني ربنا ان شاء الله يوفق السمين اللي جاية انها تكون اكبر واكبر يا رب انا طبعا بختار الميكب على اساس لما بكلم معاهم بحسي طبعا بكل متصابقة هي ميقولها ايه بحبة سؤال متبادل بيني وما بينها ان هي حبة يعني تكون شكلها ازاي حبة يعني باخد جزء من رأيها مع رأي بالاضافة طبعا الى جزء بتاع الميكب بقانيها واسعانيها دقيقة الحاجات دي طبعا لكن طبعا بحاول ان انا اكون احسها ان هي انها هي يعني ان انا مغيرتش في الشكل للدرجة ان هي تبقى مخدودة دي دايما حاجة انا بحافظ عليها قوي برض المودة السنادي الجديدة في الميكب طبعا مازلت السموكي ايز متربعة شوية على العرش في الشتاء بس احنا بقينا نعكس الالوان ان احنا بقينا ندخل بدل السموكي اسود وبندخن فوق بقينا شوية بنعكس ان احنا بنخلي الفواتح وبنخلي الغوامق فوق الورنج مودة جدا السنادي البيتي الاحمر الناري الجليترز حوالين طبعا الصوفت قوي مش الجليتر الواضح